صباح الخير ازايكم اشباب هنستكمل مع بعض الكورس الخاص لتعلم جهاز الجي بي اس جي ان اس اس واتعلمنا في الدرسين اللي فاتوا رقم واحد جميع مكونات جهاز الجي بي اس وعرفنا اسم كل قطعة وفيما تستخدم والدرس التاني اتعلمنا كيفية تجميع الاجزاء دي مع بعضها او بمعنى ادق كيفية ضبط تسامة وافقية جهاز الجي بي اس فوق نقطة معلومة الاحداثيات والمنسوب تقدر تخش على القناة وتختار قوائم التشغيل وتختار كورس الجي بي اس او تختار الكورس المناسب ليك وتشاهد الدروس من الاقدم الى الاحدث والتوفيق ان شاء الله في درس اليوم هنتعلم باذن الله رقم واحد كيفية عمل جوب او ملف جديد الجهاز المستخدم معنا هو جهاز جي بي اس جي ان اس اس لايكا جي اس فورتين من افضل الاجهزة المستخدمة حاليا بتتميز بالسهولة والدقة العالية طبعا لو انت تعلمت وفهمت فكرة عمل الجهاز هتستطيع العمل على اي جهاز اخر لان معظم الاجهزة تتشابه في فكرة العمل ولكن تختلف اختلاف بسيط في شكل النوافذ ولكن الاساسيات كلها واحدة فلو انت اتعلمت وفهمت جهاز واحد على الاقل هتستطيع العمل باذن الله على اي نوع اخر ده شكل الكنترولر او المتحكم هتلاقي فيه كيبورد او وحدة ادخال البيانات زي الموبايل هتلاقي اسهم وزرار اوكي وزر الرجوع للخلف وزر انتر وزر تشغيل الكنترولر وغلق الكنترولر وهتلاقي ازرار لادخال الارقام ونفس الوقت تستخدم لادخال الحروف زي طريقة عمل الموبايل بالضبط وهتلاقي زر لادخال نقطة وفصلة وشباك وزر الموجب والسالب وازرار مهمة كثيرة المهم في الكنترولر اعطي لكيبورد او وحدة كاملة لادخال كل البيانات والاحدثيات والمناسيب والاسماء المطلوبة لاتمام العمل رقم واحد كيفية القيام بعمل جوب او ملف جديد طيب ايه موضوع الجوب او الملف عندما اقوم بعمل مشروع او موقع جديد اقوم بعمل ملف او جوب خاص بهذا المشروع لحفظ نقاط العمل على هذا الملف يعني الجوب زي المحفظة اللي بحفظ عليها النقاط الخاصة بالمشروع او الموقع الجديد حتى لا تتداخل النقاط مع نقاط مشروع اخر وتبقى الملفات بصورة منظمة فعند الذهاب لموقع جديد او مشروع جديد في منطقة جديدة نقوم بعمل جوب او ملف جديد خاص بهذا العمل ويحفظ على الجهاز ونستخدمه في اي وقت لاحق في الجهاز المعانا اول ما الكنترولر بيفتح دايما بيكون متصل بقطعة الروفر المهم عشان نقوم بعمل جوب جديد من الصفحة الاولى اللي زهره قدامنا حنختار جوب انداتا بعد كده حنختار نيو جوب في الصفحة اللي قدامنا قصاد النام بتكتب اسم الملف ويفضل باسم الموقع والمنطقة اللي انت شغال فيها الديسكريبشن هتكتب وصف الجوب او وصف العمل هل انت تعمل مثلا بيلدينج ولا رودز ولا انفراستركشور او اي وصف مناسب لهذا الجوب طيب قصاد الكرييتور ده اسم اخصائي او مهندس المساحة الذي يقوم بهذا العمل او هذا الملف في الديفايس هو كتب لي الانترنال ميموري يعني الجوب ديت حيتم حفظها على الزاكرة الداخلية للجهاز وهي قطعة الكنترولر طيب لو انا حاليا دغطت استور كده الملف اتعمل واتحافظ على الجهاز تمام لكن قبل ما بضغط استور يجب عليك انك تقوم بتحديد الكوردونيت سيستيم الخاص بهذا الملف ويجب التأكد منه ان انت اكيد رحت منطقة جديدة يجب ان تتأكد من نظام الاحداثيات المستخدم انك تحدد الكوردونيت سيستيم او نظام الاحداثيات المستخدم في هذه المنطقة لهذه الجوب او لهذا الملف بعد كده بعد ما تدخل النيم والديسكريبشن والكريجيتور بتروح هنا تضغط على الكوردونيت سيستيم طيب تعالوا نبصوا لنظام الاحداثيات المستخدم في المنطقة اللي انا فيها حاليا في الكوردونيت سيستيم على ايه اصاد الترانسفورميشن كاتب نون يعني لا استخدم اي نظم تحويل اصاد الالبيسويد او الشكل الهندسي للارض يعني ايه بقى المصطلحات اللي انا لسه يلها يعني ايه يعني ايه ويعني ايه جيود موديل فتعالوا نراجع على بعض الاساسيات المهمة اشتركوا في القناة